السلام عليكم مرحبا بكم معي في القناة كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وتشاهدوا هذا الفيديو واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على خضار اللي غادي نشويها في الفران وتابعوا معي على الفيديو حتى الاخير ولعجبكم فيديو ما تنسوا تشاركوا في القناة وتدرو لايك باش دائما ان شاء الله تتوصلوا الجديد وبسم الله انا غادي نبدا معاكم وكل ريجي مخفيفة بسم الله انا عندي هنا واحد طنجرة ديال الضغط وعندي واحد الكيمية ديالستيك انا استيك بحل هكما كان بغيش هكما كان شوي لانا كيجي شوية قاصح غادي ندلوا واحد نسكس ديال الما صغير هذا راه كاس صغير يعدي فيه نسكس ديال ديال الما وغادي ندير شوية ديال كامون هذا كيبقى اختياري كندير شوية ديال اللي بزار وشوية الملح اللي ما تيبغيش الكامون ما يديرش الكامون صافي غادي نصد عليه حالك غادي نحرك وغادي نصد عليه حتى كد نشوف هديك المميها وكي طيب بعد ما كتصفر الكوكوت كان خليه وحد خمسة شر دقيقة راه كيكون موجود صافي غادي نجيب الخضر ديالنا غادي نقياها انا كننقيا للطاطا انا كنتبع مع البنياك المبتدئين بحال هاك اللي باقي لكي تعلموا كنقطع الطاطا ديالنا بحال هاكا نقياها صافي وغادي نقطعها على طول بحال هاكا في الماء كنخليها شوية مرقلة في الماء حتى كي يحيد ذا كنشة ديالها كنقطعها شوية غلايضا وكنستمر عليها غادي نجيب واحد للحبة ديول القرعة هادي القرعة الخضرة حتى هي بحال هاكا كنقطعها انا هنا كنخلط الخضار والخضار مفيدة وصحية كنقطعها هاك على الطول ديالها وكنستمر على الخضر ديالنا انا عندي هنا حبة ديال البصلة عندي جيش حبة ديال بادي نجان صغار سوما كنقطعهم على الطول ديالهم عندي الفلفلة خضرة انتوما الخضر اللي عندكم في يعني كالطيب حال هاكا تعرفوا وقت شوية ديروها يعني ما خلطوا الخضر اراها صحية كنقطعها هاك على الطول ديالها صافي غادي نجيب اللاطة ديالنا فاش غادي ندخل الخضرة كنستفى بحال هاكا الخضر وكنقطعها للبصلة كنقطعها طول بحال هاكا كنقطعها للطول ديالها وكنوزعها يعني كنخلطوا الخضر بحال هاكا كنجيب واحد جوج حبات زيال الماطيشة بالقشرة ديالها وكنقطعها اياه كنوزعها ركت جلديد او كتجيبنين او جربوها وردو عليها في التعالق حال هاكا كننكلوها كننقصو من الحلويات وكننقصو يعني كتاكلها مع الفطور هاكا تستفدي منها كنديل الملحة حسب الضوق كنديل اللي بزار عالو حضر رشة ديال اللي بزار شوية ديال كامون رشة من فوق هاكا عير كرشو هناكا جيب زيت الزيتون وكننرش عليه بحالقة خواطة ديت زيت الزيتون على الخضار صافي وكندخل الفران كنطيبها النص طيبة هنا غدي نجيب الروز هادا كنرافقو بالخضار نما بغيتوش تديروه ما تديروه شراها الخضارة كافية كندير هنا يا بعدما غسلتو ورقتو كندير حساق مسكس ديالزيت البلدية وكندير مليحة صافي وكننصد عليها هاكا الطيب كنديروه في طنجرة صدات هاد الجازار غدي ننقيه بحال هاكا ونقطعوه طريفاس وكنسلقوه واحد نص سلقا كنطلع فيه الفيضة عدا باش كنزيدوه على الخضار لان ما كيطيبش كيبقى شوية عاصي ولا طيبته نص طيبة المهم عير كتتغلع ليه هاكا وكتحيدوه على هكا يطيب كنزيدوه هنا فوق الخضار يعني احسن حاجة هي الخضار مخلطة هاكا تجيب نينة والديدة وصحية احنا غدي نجيب شرائح اللحم ديانا اللي فاتط طيبناهم وهنا غدي سبقى فيه واحد المميها غدي نسقي بها هاد الخضار صوفيك نحطها هكا فوق الخضار هاد المميها غدي نسقي بها بحلقة الخضار وغدي نردو الفران هنا كنردوه على درجة الحرارة 180 وكنخليه يطيب على خاطره وكنخدم عليه الفرفارة انتو ما يلا ما عندكمش الفران في الفرفارة كتشعلو عليه من تحت حتى كينشف وكتشعلو عليه من الفوق باش كيتحمر الخضار هنا الرز ديانا هو طيب انا وجدت لي هكا شوية دي السبدة اللي غدي ندهنوا بها وغدي نغطيه نخليه على جن حتى كيوجد لنا لطا ديانا احنا هاي وجدات الحيمة ومطابو الخضار نشفات من الماء يعني كتجي بنينة وكتجي لديدة وصحية اكتر صافي كان نرافقوها بالروز ناكن نرافقوها بهد روز اللي طيبناه ناكن نسقيه شوية بقديعنا دي العسارة صافي وحنا كان نوجدو الطبق ديانا دي الفطور وما تنسوش إلا عجبكم فيديو ما تنسوش شاركو في القناة وديروا لايك بش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد ونقول لكم صحة وراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته